بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأخوة المستمعون أيها الأخوات المستمعات سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لباب الشهاب أخرج القاضي القضاعي في مسند الشهاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل عامل شرة ولكل شرة فترة وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت مولاة النبي صلى الله عليه وسلم تصوم الدهر وتقوم الليل فقيل له صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عامل شرة والشرة إلى فترة وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار والبيهقي عن ابن عباس وقال الحافظ الهيثم رجاله رجال الصحيح ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل عامل شرة العامل هو المجدهد في الخدمة لله تعالى والشرة بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء الحرص على الشيء والنشاط فيه والرغبة وورد في بعض الروايات لكل عابد شرها والشرة والشره بمعنى واحد وهو الرغبة والنشاط والحرص ذكر ذلك الخطابي في غريب الحديث ولكل شرة فتره فتره بفتح الفاء وسكون التاء أي وهنا وضعف والفترة بمعنى الانقطاع ويقال أيضا فتره إذا سكن ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فتر الوحي ومنه الفترة التي كانت بين الرسل قال الزمخشري الفترة السكون بعد الحدة واللين بعد الشدة ومعنى الحديث أن العابد يبالغ في العبادة في أول أمره وكل مبالغ يفتر وتسكن حدته ومبالغته في أمره ولو بعد حين قال الدمي والمعنى إن لكل عامل رغبة وقوة بحيث يكتر من العمل على نفسه ولكل عامل فتره أي ضعفا عن العمل فالتوسط خير الأمور وقال الحافظ السيجي الماسي إن لكل عابد شرها ولكل شره فترة هذا يحتمل معنيين أحدهما أن يريد به الحرصة في بادي الأمور فإذا تطاول ذلك من لو سئم والثاني أن الإنسان ربما أخذ الشيء بكد ثم يكسل عن ذلك فيكون هذا بمنزلة قوله عليه السلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ومعناه يقول السيجي الماسي أن الإنسان إذا أجهد نفسه وكلفها فوق طاقتها ربما سئم فقطع العمل وقد رأى بعض العلماء قطع العمل عصيانا ولذلك كان عمله عليه السلام ديمة وقال ابن فورك ومعنى الحديث الحث على من وجد من نفسه حرصا على عمل من البر فيسرع إلى عمله قبل أن تلحقه الفترة وتحول بينه وبين المراد غير أن المؤمن عند فترته أي عند تكاسله وضعفه لا يقصر عن ما افترض عليه ولا يتعدى ما أحل الله عز وجل له إلى ما حرم عليه انتهى كلام ابن فورك وقال التحاوي في شرح مشكل الآثار بعد أن ساق روايات الحديث المختلفة فطلبنا معنى هذه الشرة المذكورة في هذه الآثار فوجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عمر عن طاووس قال ذكر الاجتهاد ثقيل تلك حدة الإسلام وشرته ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي ومن كانت فترته إلى بدعة أو ضلالة فقد ضل قال التحاوي فوقفنا بذلك على أنها أي الشرة هي الحدة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى ربهم عز وجل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب منهم فيها ما دون الحدة التي لا بد لهم من التقصير عنها والخروج منها إلى غيرها وأمرهم بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامه عليه ولزومهم إياه حتى يلقوا ربهم عز وجل عليه وروي عنه صلى الله عليه وسلم في كشف ذلك المعنى أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل انتهى كلام الطحر مستمعي الكرام ورد هذا الحديث في غير الشهاب عن أبي هريرة رضي الله عنه بزيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة فإن صاحبها سدد وقرب فارجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه والمعنى فإن صاحبها سدد أي قصد السداد والاستقامة أو اقتصد في أمر على مداومته وقارب أي دنى من التوسيط واحترز من الإفراط والتفريط فارجوه أي ارجوه أن يكون من الفائزين فإن من سلك الطريق المتوسط يقدر على مداومته لكن لا تقطع له فإن الله هو الذي يتولى السرائر وإن أشير إليه بالأصابع أي وإن اجتهد وبالغ في العمل ليصير مشهورا بالزهد والعبادة وصار مشهورا ومشارا إليه فيها فلا تعدوه شيئا ولا تعتقدوه صالحا ربما لكونه من المرائين وتوضيحه أن الإنسان يشتغل بالأشياء على حرص شديد ومبالغة عظيمة في أول الأمر ثم إن تلك الشرة يتبعها فترة فإن كان مقتصدا محترزا عن جانبي الإفراط والتفريط وسالكا الطريق المستقيم فارجوا كونه من الفائزين الكاملين وإن سلك طريق الإفراط حتى يشار إليه بالأصابع فلا تلتفتوا إليه ولا تعولوا عليه فإنه ربما يكون من الهالكين والعياذ بالله قال الطيبي رحمه الله ويؤيذ هذا التأويل الحديث الذي يليه انتهى من مرقات المفاتيح بتصرف يسير والحديث المشار إليه في كلام الطيبي هو قوله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك وكان عبد الله يقول لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن يكون لي مثل أهلي ومالي وأنا اليوم شيخ قد كبرت وضعفت وأكره أن أترك ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلاصة أخي المستمع أكت المستمعة أن الحديث تضمن الحد على ترك الغلو في الدين لكي لا تأخذ المكلفة ملالة وقد استعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال اللهم إني أعود بك من الحور بعد الكور ومعناه الرجوع عن الاستقامة والحالة الجميلة بعد أن كان عليها وقيل معناه أن يعود إلى النقصان بعد الزيادة وقيل هو تعوذ من فساد الأمور بعد صلاحها وغيرها من الأحوال المتنقلة إلى أضضاضها فاتبع أخي المستمع أخت المستمعة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزام الوسط من الأمور كي لا يلحقك الفطور وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لباب الشهاب شرح وبيان لأحاديث كتاب الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب للقاضي أبي عبد الله القضاعي لباب الشهاب سياحة في رياض الكلم اللبوي والحكمة المحمدية لباب الشهاب من إعداد وتقديم الدكتور يونس بعلام إخراج كريمة بنكس ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا